تزامنا مع احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للشباب الذي يصادف اليوم الاثنين وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق المدرسة المهنية لشباب الإمارات كأكبر منظومة تعليم تنفيذي ومهني في الدولة والمنطقة تهدف إلى سد الفجوة بين التجربة الأكاديمية للشباب والاحتياجات العملية لسوق العمل وهي مدرسة غير تقليدية تطبق مبدأ المشاركة الجماعية على منظومة التعليم التنفيذي وتوفر بيئة شاركية متجددة قائمة على تجارب ودراسات المهنية والبرامج العملية بالشراكة مع المؤسسات والخبراء والمحترفين والمختصين وفي هذا الخصوص أكدت معالي شم المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب أن المدرسة المهنية لشباب الإمارات سوف تتبنى مفهوم التأهيل المهني مدى الحياة كتجربة تواكب التعليم النظري وتعززه وترفضه بخبرات ومؤهلات جديدة خاصة في قطاعات وظائف المستقبل وستشرف المؤسسة الاتحادية للشباب على عقد شراكات مع الجهات المعنية والأفراد في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتقديم مقترحاتهم بخصوص البرامج المهنية والدورات التدريبية والمساقات التنفيذية بشكل مجاني للشباب هذا وستفتتح المدرسة المهنية للشباب أبوابها قبل نهاية العام الجاري وستدار بالكامل من قبل الشباب كما ستوفر مساقات عملية مهنية متقدمة للشباب من عمر 15 عاماً وحتى 35 في مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر